السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايب عاملين ايه نسمي بالله ونصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طبعا تشايفين العسليات اللي بيتيروا على الشباك دول اللهم صلي على النبي اللهم بارك صلى على النبي حبايب قلبي ودعمونا بلايك حلو كده ولي بيشوف كناتي الاول مرة يشيرك فيها طبعا هم وقفين على الشباك كده عايزين يخرجوا باي طريقة اهو فدحت لهم الباب خلاص انطلقوا بقا والسطح عامل ازاي السطح يسدي النفس بصراحة ربنا انا تعبت من السطح ده والله كل يومين كل يوم عايزي تعمل كل يوم يلا الله يعني ربنا هو المعين الحمد لله طبعا ايه انا فتحة الشباك كده وطلحت كل البط هو لجوه دلوقتي ما اكل الفراخ الاول اللي هي دي عشان عايزة ده يعني اسمينهم عشان ايه نتبحهم ان شاء الله على رمضان بأمر اللي مساء يا جمعة كتاكد دي ماشاء الله عليها ماشاء الله يعني انا بنصح كل حد عايزي جي فراخي للتاسمين يجيب الفراخ اللي هي ايه الروز دي اسمها ايه دي الفيومي دي هي بلدي فيومي او بلدي فد دي زي ما تحسبوها بقا ليلها كزا اسم المهم اللهم صلى على النبي الديوك زي العسل تفتح النفس والسلام بقى لو جبت شوية وحصد اكطلع ايه كلهم ديوك اغلبيتهم زي بتوعي كده ديوك بتبقى لحمتها جميلة وبتشيل معاك وزن بسرعة طلحهم بقى النهاردة ليه الديوك دول ميجننيني في عشتي ولا سايبين الحمام في حاله ولا سايبين البط في حاله طبعا ايه وبيطيروا بقى في كل مكان قلت انا عايزة بقى اخلص منهم فاروحتي ايه كان عندي نص نص شكرت علف او اقل من نص شكرت علف ركنها كده ايه ركنها في الخباسة كده على جنب الفرخات البل اللي انا جايباهم بس قلت لأ نطلع بقى ايه الفرخات دول نسمينهم عشان نخلص منهم طبعا الفراخ دي انا كنت نبيتها مع البطة الفر خلي ايه دهرها من حل دي البن دي كتوقف معهم كتبايتها معهم يعني في القودة فقلت ابدأ بقى ايه اطلحهم لوحدهم كده اديهم وقبت علف كل يوم وقبة واحدة مع الاكل اللي بيأكلوه مع البط عشان انتوا عارفين الفراخ دي اللي هو حطنالها علف صاف في طول النهار مش هيكفيهم اتنين كيلو في اليوم مش هيكفيهم اتنين كيلو في اليوم مش هيكفيهم انا بحط الكيلو هنقعدة كده ما شاء الله بيطلقت على طول المهم اللهم اصلى على النبي اه في يعني هيكلوا لو جب فرحتي فتحت لهم في العلف هيكلوا ما شاء الله طبعا ايه قلت بقى ايه اعزلهم لوحدهم لوكلهم على البط البط مش هيسيبهم يكلهم البط ما شاء الله احنا بنعمله الخلاطات اللي بنعملها دي وبيأكل منها ايه وراضي يعني والحمد لله اوزانهم مش وحشة الحمد لله بس ربنا ايه بعد الافتراث عنهم عشان انا عندي البط المسكوفي هو ارخم حاجة بصراحة ربنا بيفترس بعضه يعني بيأول هو دايما بيناتش في اي حاجة قدامه ويناتش في بعضه كده اهم حاجة حابقى قلبة دع دعواتكم لينا كده وتعليقكم جميلة تنسناش ايه في كمانت حلو كده في دعوة من قلوبكم وكل سنة وانتو طيبين يا حباب قلبوا بيجع الايام المفترجة دي ايام جميلة عليكم يا رب المهم ايه حبيت اقول لكم بس ان لو انت عندك شوات حاجات كده اعزليهم لوحدهم واكليهم ما تسيبيش الدنيا وحويسة كلها مع بعضها عشان الحاجة للتسمين نتبحها ونخلص منها واللي هو للتربية طبعا احنا عارفين احنا بنأكله ايه خفافي كده اللي هو بيبيد اللي هو ومسلا الفراخ بلدي بط بيبيد عندنا دي ده بنأكله كله اكل خفافي كده بس بندهم شوات عالب بياط من الوقت للتانية اهم ما شاء الله بأكلهم بقى شوات العالب دول وبس ايبهم على سطحة شوات بعدين اطلع البط بقى بيروحوا واكلين تاني ما شاء الله مع البط تاني طبعا في اليوم ده الجو كان بصهم مفيش مالوش شمساية مالوش معالم خالص طبعا الطشت اللي قدامكم ده عشان محدش يقولوا انت كافيالي كده وحطها في الوش كده الطشت دوت انا عندي الفران فوق يعني بصوا مجنناني اه فبقى طبعا شوية علب بقيين شوية كلفة بتحكي الحمام اه شوية دورة اي حاجة بحطها ايه تحت الطشت ده عشان يحفظهم لي ايه من الفران اه بصوا يعني ما بيخلوا ليش حاجة والله ما بيخلوا لي حاجة بيأكلوا الخشب بيأكلوا اي حاجة وبص الاوم يدخلوا ايه في اي مكان طبعا بصوا السطح السطح يقرف يا جميع انا قرفانا منه او جد في اليوم دوت انا بقى اشلت اللي عبت الكسي الزبالة دوت كسي الفضلات ده من لتحت البط عزاكم الله يعني انا اسفى على كلمة الزبالة دي اه فعبيته كده وفرجت تحتهم شوية اتنشر انا شايفين وقلت هعمل بقى بالمرة السطح مش هتصدقوني انا عملت السطح في اليوم ده تاني يوم الصبح طلحت بس البط كل بقى بالمنظر كده بقى زي كده برضو تاني فعايزين اه عايز تعمل تأكله وتحبس الفراخ بعد ما ما يكلوا وتخلصوا وتروح ايه عامل السطح تاني طب انا ما اقدرش السطح كبير علي وبعدين كل يوم كل يوم في البرد ده بصراحة رب رجلية وجعتني وقداية والله قداية ساعتنا بنامشي منها من الساعة يا جماعة والله العظيم اللي بيرب تيور خلوا بالكم اتمرمض برضو مسهل كده طب بيت طول مش بدر مينة مش هتاكل وخلاص على كده لا اللي احنا بنعمله ده ده شغل بتقوم برجالة يعني في ستات لا ما لهاش في التربية وده لها في الكلام ده خالص في ستات ايتيت قوي لكن احنا الحمد لله بالرب وعملين يعني اكتفاق ذاتي في بيوتنا كده عشان ما نحتاجش حاجة من بره الحمد لله اللي بنقدر نرغل ربيه في البيت بير ربيه ولو فضع عندنا بنبيعه الحمد لله الستة المصرية دي يعني بصوا ما شاء الله عليها شطرة جدا ما تغلبش في حاجة تسلك في الحديد فالله ما صلى عنا بكل ده طبعا ايه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وستروا اهم كلوا بقى وشبعوا بقى بصوا اللهم صلى عنا بيديك يا جماعة امسكوا كده لقيهم وقلص كده بصوا يا جماعة انا لو وصلوا عندي الكيلو ونص او كيلو اتنين اللي ربع بس هم دلوقتي في الكيلو ونص الكيلو ومتين كده كيلو ومية وفي كيلو صغيرين دول يجوا كده فانا ايه هاتبح على طول بعد ما خلصت العلف دول ونشيلهم ايه مش يجررهم حاجة في التلاجة هيبقوا حشين مش هيبقوا حلوين زي العسل برد وهشيلهم في التلاجة لحد رمضان عشان يوسعوا بس ايه لغيرهم ويوفروا ايه اكلهم منتو متعرفيش هم جنينيني في القودة ليه ايه كزا حد يقول انت حطهموا على الحمام لي طب انا ما عنديش مكان تاني القودة التانية حط فيها الفراخ البلد والقودة اللي هي في الاخر دي حط فيها البط اللي بيبيض وحط فيها كتاكت البيضة طبعا ايه انا بقى يعني بقى بحاول ابقى عندي حاجتي في الفريزر وابقى جاي بحبت حاجاتنا عشان في الفريزر لو خلص يبقى عندي حاجة اتباحة الحمد لله بناكل ومبسوطين الحمد لله يا رب حمدك واشكر فضلك يعني انا حمدت ربنا ان انا كان عندي شوات فراخ اللي هما استسوا دول بحتي منهم وخلت منهم اللي هما الحبة للبيت فماشاء الله نفعوني جدا والله الحمد لله في غلو الفراخ ده انا ما كنتش عارفها هعمل ايه فراخ غرية جدا صدقوني يعني مع غلو العلف ده وغلو الحاجة انت لو ربتي برضو والفراخ غالية كده كتكوت غالي طبعا والنت عافينك كتكوت الساسي وصل لكام دلوقتي وصل لربحتاشر جنيه الساسو الساسو اللي هو الشفر وصل لربحتاشر وخمستاشر البلدي يا جماعة انا ما عرفش اخر مرة اسمحت انه كان بتمانية جنيه البلدي كنا بنجيبه كان بتلاتة جنيه كتكوت البلدي ده طبعا بقول لكم انا جيبت ايه انتنال عايز احط للبط بتاعي ايه كم واحدة انتنال كده فقلت قبل ما طلع البط احضر لهم الانتنال بتاعهم والاكل كنت جايبها محضرها طبعا ايه للبط هم بصوا مش قلت لكم ما هيكلوا مع البط